أهلا بكم من جديد في منشتات سودانية على سودانية 24 ورحب بضيفي الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي حيدر المكاشف مرحبا بك مرحب أستاذ مصطفى الشيخ ومرحب بالمشاهدة الكريم نعم أستاذ حيدر المكاشف أهلا بك معنا ونستهل معك هذا التجوال من أهم ما ورد في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم من صحيفة السودان أجهزة الدولة الأمريكية تؤيد رفع العقوبات عن السودان قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن المساعدين الرئيسين المشاركين في عملية مراقبة تنفيذ الحكومة السودانية للشروط الأمريكية لرفع العقوبات تقدموا بتوصيات تؤيد رفعها بشكل نهائي وتماشيا مع المسارات الخمسة لرفع العقوبات يتعين على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون أن يصدر بحلول الثاني عشر من يوليو توصية رسمية إلى الرئيس ترامب برفع العقوبات عن السودان فيما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية فضل حج باسمه أن قرار الإدارة الأمريكية بشأن رفع العقوبات عن السودان يحظى بتأييد المساعدين ويرجح أن يمضي في اتجاه رفع العقوبات أستاذ حيدر هل يمكن أن نستشف من هذا الخبر أن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بات وشيكا؟ نعم هو على كل حال من قبل هذا التقرير الصحفي الذي نشرته وذعته وكالة بلومبرغ كانت لكل المتابعين كانت الأمور تمضي باتجاه أن القرار الأخير للإدارة الأمريكية الجديدة سيكون الرفع النهائي للعقوبات بعدة شواهد لكل متابع لهذا الملف وأعتقد أن هذا التقرير يعضد هذا الاتجاه اتجاه أن الإدارة الأمريكية في خاتمة الأمر سترفع العقوبات لكن أيضا لا أعتقد أننا يجب أن نرفع ثقف التوقع إلى أعلاه لا بد من بعض المحاذير وبعض التوجسات وبعض المقاوف حقيقة نحن لا ندري هو صحيح جدا في عدة مؤسسات دعمة لقرار الرفع وبالذات المؤسسات الأمنية تبع أن كان الـ CIA, FBI, الجيش الأمريكي وغيره هذه كلها تعزز موضوع رفع العقوبات لكن أيضا هناك الوبيات أخرى وجمع الضغط أيضا ما زالت تعمل والقرار في النهاية عبر المساعدين عبر جهات عديدة حتى من ضمنها السفارة الأمريكية هنا في القرطم عبر التقارير التي ترفعها مؤسسات وجهات عدة ومساعدين عديدين لوزير الخارجية في النهاية يصب كل هذا أمام وزير الخارجية الأمريكي وعلى ضوءه ويرفع تقريره للرئيس ترامب ليقرر يعني القرار النهايي في يد الرئيس الأمريكي ترامب لكن على كل حال أيضا نتحسب صحيح أن كل الأمور تمضي ليس منذ لحظة هذا التقرير وإنما منذ أن بدأت المفاوضات وموضوع المسارات الخمسة وموضوع المهلة الست أشر وهكذا كانت الأمور تمضي بهذا الاتجاه لكن كما قلت يجب أيضا تحفظ شيئا ما ربما لا يصدر القرار بالشكل الذي نتوقعه ربما يصدر بصيغة أخرى ربما يمدد رفع المؤقات ربما يرفع نهائيا لأنه ما زال هناك بعض اللوبيات تمارس الضغط وحقيقة أيضا الحكومة السودانية ربما انتبهت لذلك وأيضا هي تمارس الضغط أيضا عبر مكتب محامة في أمريكا أيضا كلفت أحد المحامين أيضا يعني يمارس نوع من الضغط على الإدارة الأمريكية ويدفعها باتجاه الرفع النهائي للعقوبات على كل حال صحيح أن الأمور تمضي بشكل كبير جدا جدا في صالح إصدار الرئيس الأمريكي لقرار الرفع النهائي للعقوبات طيب أستاذ حيدر يعني عشرون عاما من الحصار على السودان ما الفايدة التي جنتها الحكومة الأمريكية؟ هي لم تجني شيء طبعا هي لم تصدر هذا القرار لكي تجني شيء وإنما هي عقوبة على هي قصدت أن تعاقب الحكومة السودانية لجملة ملاحظات على أداء ولكنها أيضا من حيث أرادت أن تعاقب الحكومة عاقبة الشعب السوداني فهي حقيقة هي كانت عقوبات وليست يعني كانت تحاول أن تجني من ورائها شيئا هي مؤكد لم تجني شيء بل أضرت بالشعب السوداني هو الذي تضرر لم تكسب أمريكا ولكن تضرر الشعب السوداني من هذه العقوبات طيب أستاذ حيدر أنت ذكرت ثلاثي المخاوف المحاذير التوجس طيب هل تعتقد الكل في السودان ينظر لرفع العقوبات بتفاؤل شديد؟ هل سيحقق فعلا وضعا جديدا للشعب السوداني؟ وهل هناك مطلوبات لهذا التفاؤل؟ نعم هذا الموضوع تم الحديث فيه كثيرا منذ الوهلة الأولى لصدور القرار الرفع الجزئي للعقوبات وتصدى الاختصاطيون في مجال الاقتصاد للحديث مبكرا جدا لا بد من استثمار هذا القرار ولا بد من الإعداد له جيدا للنهوض بالاقتصاد السوداني وهناك تحدثوا عن جملة مطلوبات ويفترض أن يعكف عليها الرسميون هنا في حكومة السودان لإعداد لاستقبال المرحلة القادمة والاستفادة من قرار رفع العقوبات نعم أفتكر هذا الحديث قثر جدا حول هذا المطلوب ولكن حتى الآن لا نرى شيئا ملموسا ومحسوسا بشكل واضح في تأهيئة المناخ والبيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري للاستفادة القصوى من قرار رفع العقوبات طيب أستاذ حيدر هذا التفاوض وهذا الملف لا يكون مباشرة بين الرئيسين طبعا لكن حدثنا ما الذي يدور بين الحكومة الأمريكية وحكومة السودان ما الذي يمسك بهذا الملف تحديدا دون وصول إلى ترامب نعم نعم هو هناك لجنة حقيقة لجنة وعلى رأسها وزيرة الخارجية بروفوسور غندور ومكونة من عدة جهات هي التي تولت هذا الملف وكما تعلم أيضا ضخلت في مفاوضات مباشرة المسألة بدأت أبقر من ذلك منذ عهد وزيرة الخارجية السابق منذ عهد وزيرة الخارجية علي كارتي كانت هناك محاولات لإحداث اختراق في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت الجهود ولم تتوقف حتى اللحظة التي تولى فيها بروفوسور غندور وزارة الخارجية وتكونت لجنة لهذا الأمر وزلت المفاوضات دائرة ومستمرة في سرية وتكتم بالإضافة لكذا تحركت رئاسة الجمهورية أيضا ويجعل أيضا ساهمت دول عربية ودول خليجية في هذا الملف أيضا وكل هذه الجهود مع بعض أسمرت في النهاية أن يصدر الرئيس السابق أوباما هذا القرار بالتشاور مع الإدارة الجديدة وتم طبعا في آخر عهد أوباما هو الذي أصدر هذا القرار في آخر أيامه لكن أيضا تم بالتشاور مع إدارة جديدة إدارة ترامب واعتمدت الإدارة الجديدة هذا القرار الذي أصدره أوباما فهي جهود داخلية وقارجية نعم